السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهاردة بدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ودكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة متحدث الرئاسة الدكتور أحمد فاهمي قال للاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وتطوير معهد ناصر عشان يبقى مدينة طبية عالمية ومشروع مقر المعامل المركزية الجديد ومستشفى أورام منوف وتطوير مستشفى أم المصريين والمدينة الطبية والمعاهد التعليمية اللي يتم إنشاءها في العاصمة الإدارية الجديدة تعال نشوف عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فاهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد ومستشفى أورام منوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين فضلا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات وتم استقبال ما يزيد عن 222 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التدعيات الإنسانية التي يتعرضون لها مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع وذكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية حيث أكد السيد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء مشددا على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين